اشتركوا في القناة ورودتين شهداء المقاومة الشعبية الرابع من ديسمبر 1852 وشهداء ثورة أول نوفمبر 1954 كما قام ربيجا بوضع أكليل من الظهور على المعلمة التذكري وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة هذا وتشارك الجزائر ممثلة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في الطبعة 27 للمعرض الدولي للصناعة التقليدية بفيرا في ميلانوال إيطاليا حيث تشارك الجزائر بجناح خاص يضم 18 حرفي وحرفية من 10 ولايات هدوة تهدف هذه التظاهرة إلى خلق فرص للحرفيين الجزائريين لترقية الصناعة التقليدية الجزائرية بالخارج والولوج إلى الأسواق الخارجية إضافة إلى تبادل الخبرات بينهم وبين ندرائهم بالخارج كما يسمح هذا المعرض بترقية الوجهة السياحية الجزائرية بالخارج إلى حوالي الضغزين كشفت مصلحة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين عن تسجيل تساقط أمطار رعضية على عدة ولايات من الوطن ابتداء من مساء اليوم وحسب ذات المصالح فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة العاشرة ليلا ويستمر إلى غنية صبيحة يوم غد الثلاثة أما الولايات المعنية بهذا التساقط فهي كل ميت بازا غيرزان شلف مستغانم وعين الدفلة نهاية الموجهز مشاهدين شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله